نعلم أنه عند وجود دالة التحويل S وهي عبارة عن دالة تحويل من المجموعة X إلى المجموعة Y حيث المجموعات X و Y هي مجموعات متجهات ودالة التحويل T هي تحويل من المجموعة Y إلى المجموعة Z نستطيع إيجاد اقتران الدالة S للدالة T بحيث يكون عبارة عن دالة تحويل خطية من المجموعة X إلى المجموعة Z وقد شاهدنا ذلك في مقاطع فيديو سابقة تعريف دالة التحويل الناتجة عن اقتران دالة التحويل S للدالة T للمتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة X التي تشكل المجال يساوي ناتج تطبيق الدالة S على المتجة الناتج عن تطبيق الدالة T على المتجة X كان ذلك هو التعريف الذي قمنا بوضعه نستطيع التعبير عن دالة التحويل S للمتجة X بأنها تساوي ناتج ضرب المصوف A في المتجة X والتعبير عن دالة التحويل T للمتجة X بأنها تساوي ناتج ضرب المصوف B في المتجة X ويساوي اقتران الدالة S للدالة T المصوف A مضروبة في المصوف B مضروبة في المتجة X وشهدنا في عدة مقاطع فيديو أن هذا يكافئ ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B وهو عبارة عن مصوفة مضروبة في المتجة X وذلك بالاستناد إلى تعريف ناتج ضرب المصوفة في المتجة إذن تقوم بإيجاد مصوفة التحويل ناتجة عن تطبيق دالة التحويل الأولى على الاقتران وهي المصوفة A ثم إيجاد مصوفة التحويل الناتجة عن تطبيق دالة التحويل الثانية هذا جيد فقد تم توضيح كل هذا حتى الآن سنعمل باستخدام ثلاثة دوال تحويل خطية لنفترض وجود دالة التحويل الخطية H وعند تطبيقها على المتجة X يكون الناتج المصوفة A مضروبة في المتجة X لنفترض وجود دالة التحويل الخطية G وعند تطبيقها على المتجة يكون الناتج المصوفة B مضروبة في المتجة X ودالة تحويل خطية أخيرة F وعند تطبيقها على المتجة X يكون الناتج المصوفة C مضروبة في المتجة X ما أشعر بالفضول حياله هو ما يحدث عند إيجاد اقتران الدالة H للدالة G ثم إيجاد اقتران الدالة الناتجة للدالة F جميع هذه الدوال هي دوال تحويل خطية ثم تطبيق هذا الناتج على المتجة X وينتمي الناتج بالضرورة إلى مجال المتجة X ولم أقم في الحقيقة برسم المجال والمجال المقابل لكن أعتقد أنك فهمت الفكرة لنقم إذن بالبحث عن ما يساوي ذلك نستطيع تطبيق التعريف الموجود في الأعلى لاقتران دوال للتحويل على اقتران الدالة الناتجة عن اقتران الدالة H للدالة G للدالة F يمكن التخيل أن اقتران الدالة H للدالة G يساوي دالة التحويل S والدالة F هي الدالة T ماذا يساوي الناتج؟ إذا قمنا بمطابقة السيغ بشكل مباشر يساوي ذلك تطبيق دالة التحويل S على ناتج تطبيق دالة التحويل F على المتجة X إذن دالة التحويل S هي اقتران الدالة H للدالة G ثم سأقوم بتطبيق الدالة الناتجة على ناتج تطبيق الدالة F على المتجة X حيث الدالة F هي الدالة T ما هو الناتج؟ وعند القيام بمطابقة الصياغ استنادا إلى التعريف الموجود في الأعلى نجد أن الدالة F للمتجة X تساوي المتجة X ذاته وأن الدالة G تساوي الدالة T والدالة H هي الدالة S ما هو الناتج؟ هذا يطابق تعريف الاقتران إنه يساوي ناتجة تطبيق الدالة S وهي الدالة H في هذه الحالة لدالة التحويل T وهي الدالة G للمتجة X لكن بدلا من المتجة X توجد دالة التحويل F للمتجة X إذن اقتران الدالة الناتجة عن اقتران الدالة H للدالة G للدالة F للمتجة X يساوي ناتجة تطبيق الدالة H على ناتج تطبيق الدالة G على ناتج تطبيق الدالة F على المتجة X ماذا يساوي هذا المقدار؟ سأختار اللون الوردي للكتابة ماذا يساوي ناتج تطبيق الدالة G على ناتج تطبيق الدالة F على المتجة X؟ إنه اقتران الدالة G للدالة F للمتجة X نستطيع استبدال الدالة S بالدالة G والدالة F بالدالة T لينتج المقدار الذي وضعته تحته خطاً باللون الوردي إذن يساوي ناتج المطلوب ناتج تطبيق الدالة H على اقتران الدالة G للدالة F للمتجة X الآن ماذا يساوي المقدار المكتوب باللون الوردي؟ وربما من المحير استخدام قوسين بلونين مختلفين لكنك فهمت الفكرة أريد توضيح ما نفعله الآن لذلك بالعودة إلى التعريف الموجود في الآلة وتخيل أن اقتران الدالة G للدالة F هو دالة تحويل T وأن دالة التحويل H هي دالة التحويل S الناتج هو تطبيق دالة التحويل الناتج عن اقتران الدالة S للدالة T للمتجة X إذن يساوي المقدار ما يلي لن أستخدم الرمز S اقتران الدالة H مع اقتران الدالة G للدالة F للمتجة X الآن لماذا قمت بإيجاد كل هذا؟ حسناً أولاً لتوضيحي أن إيجاد اقترانات الدوال له الخاصية التجميعية قمت بإيجاد جميع هذه المقادير واتبعت خطوات عكسية واتضح في النهاية أنه بغض النظر عن موقع الأقواس اقتران الدلا F مع اقتران الدلا H للدلا G يكافئ اقتران الدلا H مع اقتران الدلا G للدلا F أي أن هذان المقداران متكافئان الأقواس غير مهمة إذن تستطيع إعادة كتابة هذين المقداران كالتالي اقتران الدلا H للدلا G للدلا F للمتجة X ذكرت أنه يمكن التعبير عن كل من دوال التحويل الخطية الموجودة في الأعلى بناتج ضرب مصفوفات ولما فعلت ذلك؟ شاهدنا مسبقاً أن مصفوفة التحويل الناتجة عن تطبيق اقتران الدلا S للدلا T وبالاستناد إلى تعليف ضرب المصفوفات تساوي نتجة ضرب مصفوفة التحويل للدلا S في مصفوفة التحويل للدلا T إذن ماذا يساوي هذا المقدار؟ اقتران الدلا F مع اقتران الدلا H للدلا G مصفوفة التحويل الناتجة عن تطبيق دلا التحويل الناتجة عن اقتران الدلا F مع اقتران الدلا H للدلا G للمتجة X تساوي ناتجة ضرب مصفوفات التحويل الخاصة بها إذن مصفوفة التحويل الناتجة عن تطبيق دلا التحويل الناتجة عن اقتران الدلا H للدلا G هي ناتج ضرب المصفوفة A في المصفوفة B وسأكتب ذلك بين قوسين ومصفوفة التحويل الناتجة عن تطبيق الدلا F هي المصفوفة C وبالتالي مصفوفة التحويل الناتجة عن تطبيق اقتران الدلا F مع اقتران الدلا H للدلا G هي ناتج ضرب المصفوفة A في المصفوفة B مضروبا في المصفوفة C وكل ذلك مضروبا في المتجة X ذلك هو المتجة X لننظر إلى هذا المقدار وهو اقتران الدلا H مع اقتران الدلا G للدلا F للمتجة X ماذا يساوي ذلك المقدار؟ مصوفة التحويل الناتجة عن تطبيق اقتران الدالة G للدالة F هي نتج ضرب المصوفة B في المصوفة C وسنقوم بتطبيق ذلك على المتجة X وضرب هذا الناتج في مصوفة التحويل للدالة H وهي المصوفة A لقد عرضنا ذلك مسبقا لم نقم بشرح ذلك باستخدام ثلاثة مصوفات لكن يمكن التعميم في هذه الحالة وقد شرحت ذلك مسبقا ما يجب فعله هو تطبيق التعريف وتطبيق خاصية التجميع ويمكن التعميم ذلك بالطبع وذلك لأنه عند إيجاد اقتران دالتين حتى لو بدأ كإيجاد اقتران ثلاثة دوال فهو في الحقيقة إيجاد اقتران دالتين أولا ثم إيجاد مصوفة التحويل الخاصة بدالة التحويل الناتجة وبعد ذلك بإيجاد اقتران الدالة الناتجة أولا للدالة الثالثة وبالتالي تصبح مصوفة التحويل للإقتران بأكمله هي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B مضروبا في المصوفة C وهذا ما فعلته هنا وبشكل مشابه في المقدار المكتوب باللون الأصفر نقوم بإيجاد الدالة الناتجة عن اقتران الدالة G للدالة F وإيجاد مصوفة التحويل الخاصة بها وهي عبارة عن ناتجة ضرب المصوفة B في المصوفة C ثم نقوم بإيجاد اقتران الدالة H مع اقتران الدالة G للدالة F إذن أصبح مصوفة التحويل للإقتران بأكمله هي مصوفة التحويل الناتجة عن تطبيق الدالة X مضروبة في دالة التحويل الناتجة عن اقتران الدالة G للدالة F أي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B مضروبا في المصوفة C وبالطبع كل ذلك يتم تطبيقه على المتجة شرحت في مقطع الفيديو هذا أن هذين المقدارين متكافئين أي المقدار باللون البرتغالي مع المقدار باللون الأصفر وبالتالي لا يحدث موضع الأقواس أي فرق وقد وضحت ذلك بكتابة المقدار باللون البنفسجي فنتيجة كلا المقدارين هي المقدار اقتران الدالة H للدالة G للدالة F للمتجة X ونستطيع القول في النهاية أن هذين المقدارين الذين أقوموا بإحاطتهما متكافئين أو أن ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B مضروبا في المصوفة C يكافئ إيجاد ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B مضروبة في المصوفة C وهو ناتج ضرب مصوفات آخر ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة أخرى وهي أن هذه الأقواس لا تحدث فرقا فهذه المقادير تساوي المصوفة A مضروبة في المصوفة B مضروبة في المصوفة C أعني أن هذه العبارة هي طريقة للتعبير عن وجود خاصية تجميعية لضرب المصوفات فبغض النظر عن موضع الأقواس تبدو كلمة تجميعية مثيرة للحيرة في بعض الأحيان لكنها تعني أن موضع الأقواس في المقدار لا يشكل فرقا أي لا يؤثر على الناتج ولا تنطبق الخاصية التبادلية على ضرب المصوفات وقد شاهدنا ذلك في مقطع الفيديو السابق وبشكل عام لا نستطيع جعل عبارة أن المصوفة A مضروبة في المصوفة B تساوي عبارة أن المصوفة B مضروبة في المصوفة A لقد وضعت في مقطع الفيديو السابق أنه إذا كان ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B محدد فيمكن أن يكون ناتج ضرب المصوفة B في المصوفة A وإذا كان ناتج ضرب المصوفة B في المصوفة A محددا فيمكن أن يكون ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B إذن لا تنطبق الخاصية التبادلية على ضرب المصوفات بل تنطبق عليه الخاصية التجميعية سأقوم في مقطع الفيديو التالي بالتحقق من كون خاصية التوزيع تنطبق على ضرب المصوفات ترجمة نانسي قنقر